نحن عاودين أنه معناها تفهموا من خلال الومضة هذه أنه ساحة العملة تعل القيمة نسمعها لأنه من خلالها تفهموا نوعية الضيوف المتاعنا اللي نحن نحاول ونحرص وننتقيهم بكل عناية حتى نكونوا دائماً نقدموا الأفضل السادة المستمعين من ساحة العملة بدينا ومع الإذاعة الوطنية تعل القيمة تعل القيمة في ساحة العملة واليوم ضيفنا في ساحة العملة سي محمد صالح فراد اللي هو رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال إفرموها بلي حذية وأنا بيدي نحب نفهمها معكم أنتم وهو كذلك رجل أعمال وهو مدير عام شركة كبيرة وحدثنا عليها لأنه لازم بشكور رئيس جمعية لازم يكون هذا هو مستثمر في رأس المال فأول سؤال بعدنا نرحب بيه مرحب بيك سي محمد صالح أهل بيك نورتنا نعرف لي عندك أجندا معب يا برشا مدام سونيا بركة تحية لها مرات تستحق كل التقدير وكل الاحترام على عملها كتب العامة وهي متفرغة فعمل كبير وتحاول تنسق بين كل أعضاء وأنتم كل واحد وكراست وأجنت ونشاط وإلى غير ذلك فأنتي نعرف لي كرئيس عنك زحمة كبيرة متاع موعد ربي عينك وحضرت معنا اليومها ورغم من زحمة الأنشطة كيفاش كانت الأمور في قمرت أنت حضرت في اليوم هذي متاع ممتاز جدا الأجواء ممتازة جدا مناخ الأعمال حضور يعني الحكومة ممثلة في سيد وزير الاقتصاد والتخطيط وكذلك يعني الجمعيات المختلفة متاع رجال الأعمال طيب نرجعولهم بعد لأنهمهم جدا موضوع معناها مناخ الأعمال مناخ الأعمال بتبيع وفهمة معناها المخرجات يعني متاع العمل هذي مخرجات همة وهمة جدا إن شاء الله معناها نخضر طوان برشة الناس يسمعوا فينا يقول لك يخي أنت متفائل يخي أنت طول يقولوا فيه في الملتقة هذه تصدق لي وشي تحول إلى فاعل ملموس أنا ما نشي رجل أعمال وما نشي عضو في الجامعية ولكن أنت كناشط في المجتمع المدني كصحب خبرة وتجربة وتمارس في العمل لهذه على رأس شركة كبيرة معناها إفريقيا وشمال إفريقيا فقلنا أنت اليوم هكذا وهذه شهادة معناها تلقائية عفوية أنت كنت في الملتقة ملتقة كبير لتحسين مناخ الأعمال يعني ترى إلي الحديث كانت تلقائية عفوية وعيد الناس اللي حاضرين لكل اللي هناك أزمة في البلاد اقتصادية وكيفاش نحسنوا مناخ الأعمال يعطينا شهادة حية شهادة حية هو الفكرة متاع العمل لذي أولا كان عمل تشاركي يعني الناس لكل ساهمت فيه أعطاء المخرجات الموجودة ولكن أهم شيء زادا وهذا هو الحاجة المميزة في الموضوع هي كيفية هالمخرجات هذه كيفية في أرض الواقع كيفية معناها إنجاز أو تنزيل هالمخرجات هذه وهذا هو المهم جدا يعني هي هي الإجراءات حولها إجماع يعطيك صح الإجراءات العملية في كيفية تنزيل هذه المخرجات بش يتحسن مناخ الأعمال يعني اليوم تبحثوا على الآليات الآليات اللي مش تنفذ أو تحولك الإجراءات إلى واقع ملموس هي مجمع مجموعة من الإجراءات ولكن الأهم معنا نقول لك ممكن لو خياني عندك أنت قتلي بش تحكي معهم إذا نحن نرى نحن نقول لك عصفور في اليد ولا عشرة في الجو نحن بكل صفحة أنت أحسن نموذج كنت موجود غادي لكن أنت نرجع لهم نحب نبدأوا بهم أنا مذبية نبدأوا من الجامعية وبعد نرجع لهم هو خليته يكمل فيها الأشغال ما زلت مستمر ما زلت بالبر حتى خليت يكون شي قلي شنية خطر الأساس هو في الموضوع ما هو كيفية مخرجات و تعرف بربي نحب أن نأكد على حال فضل هو موضوع مناخ الأعمال هذا للناس الذين يتبع فينا ممكن كما في فيفا وكما في الكورة ما يعنيها أنت في كل عام عندك ترتيب عالمي في موضوع مناخ الأعمال بالضبط فالناس المستثمرين الذين هم المحلين والمخرجيين لكي يرونوا ما هو أنت ترتيب متاعك في مناخ الأعمال وكلما تقدم وتحسن مناخ الأعمال الكلما تنجم معناها تستخدم استثمارات كما نقول وحنا كما كوب ديومون معناها في البزنس لكي نحاول نحسن مناخ الأعمال ولذلك فهي موضوع هدايا مهم جدا ومصيري وحتمي بالنسبة لدفع الاستثمار يعني عندك كلاسمون عندك ترتيب عالمي في المئة وخمسين بلاد الموجودين في العالم وكل عام تحاول تحسن مناخ الأعمال لكي تتقدم خطوات وتولي معبر عندي الجاذيبية لستثمار وتولي عندك جاذيبية لستثمار ومعنى أنت تغري المستثمر يعطيك الصحة أنت هذه الفترينة توري ما الذي لديك وعندك فيما كلاسمون يعني يتقام كل عام ويجب أنك مخرجات تنزلهم في الواقع لكي نجم تحسن معناها في الجاذيبية البلاد بتاعنا بالنسبة للمستثمرين نحن عطلنا نرجع لهذين بعض ولكن خليني الآن نمشي إلى فقرة تهم المال قوام الأعمال لأن من خلالها مش نحكيه على الاستثمار في رأس المال على ذلك يزمك فقرة تنسجم مع الحديث متاعك ومع دور الجمعية المال قوام الأعمال المال قوام الأعمال هنا معي رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال خلينا ساعة نعملوا تعريف باش كونه المستثمر في رأس المال باش نفهموه ونعرفوا التعريف وبعد نرجعوا لدورة الجمعية ونعرفوا واقع كمذابية سلطن الأضواء على واقع الاستثمار في رأس المال سبو حمس الحفراد رئيس الجمعية أنا باش نبسطها بمعناها كانوا واحد يسمع فينا لأول مرة باش نشوف أنت باش تعمل مشروع يلزمك تجيب الموارد الأساسية متاعك تعمل المشروع باش يتكلف لك مبلغ معين يلزمك تجيب الموارد المالية لك المشروع هذيك باش توفر الأموال باش في العادة أنت باش تجيب باش يمول لك هكذا المشروع هذيك هذا هو الموديل الكلاسيكي ما نقوله كلاسيكي الذي هو موجود ماذا يعني هذي المستثمارين في رأس المال بتطور الاقتصاد بتطور الحاجيات معناها للتمويل جاءوا هذيك 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 الفئة جديدة هذي المستثمارين في رأس المال يقول لك أسمع نحنا لا نشيبانكا ولكن إذا كان فما نحنا مستعدين يدخلوا معك في رأس المال لنشاركوك في رأس المال لنقول لك ما ركاء معك في رأس المال لنقول لي يا ذوك يشاركوني هذوما ويقعدوا معي وانا يقعدوا معي بلك نتعارك ولا بلك نتفهموه ولا كذا نتشارك ممكن مع إنسان نعرف ونشارك مع أخويا نتشارك مع عائلتي كيف هذي مؤسسة لي يدخل معك ويقول لك لا الخصوصية المشاركة هي مشاركة تقعد لمدة معينة لنشارك معك في رأس المال لمدة 5 هي في العادة ما بين 5 و 7 سنوات أو تصل حتى ل10 سنوات لكن بعد 10 سنوات لنقوم بالتخارج لنخرج من رأس المال لنغادر لنقعد من رأس المال لنقعد مع بعضنا 10 سنين هي كما نقول زواج ولكن زواج بمدة معينة بعد 10 سنوات يصير أكد تخارج من رأس المال كيف يصير التخارج هذا أنا نفهم شوية اللي السيكار اللي هو رأس المال المخاطرة أعضاء معكم في الجمعية أعضاء معنا في الجمعية هما يعملوا الخدمة هما 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 الكل هما لسيكار الموجودين توحالين هما الكل أغلبهم عندهم علاقة بالبنوك ولكن نرجعولهم بعد لأنه برشة ناسي عندهم مؤاخذات على التجربة يقول لك البنوك بيش يهربوا مربيح ويحطنهم في السيكار بيش ما يخلصوش الجباية وما يعملوش كذير وهي شكل من أشكال ما نقول أنا نحبش أقول تحييل كلمة كبيرة أما في تقنيات وفنيات متاع التكتيك والتهرب الضريبي فهذه تراجعولهم بعد تعلق عليه فهنا حبيبز نفهم الناس هذو يفهمهم أنا السيكار هما بيدهم المعنيين بالاستثمار في رأس المال ومشي دخلوا شوراكية مع أي واحد في القطاع الخاص نعم هما الجمعية متاعنا فيها زوز أنواع متاع أعضاء ثم السيكار المعروفين لأنه أول ما بدأ القانون والاستثمار من التسعينات هذو من شركات هذية هي شركات كما قلت أنت معناها مبتقة من البنوك بلاد اللي عندها معناها موارد كبيرة فقعدنا نبنيو فيهم بشوية بشوية فبديت باش نمداول التجربة هذه بدأت البنوك عملت معناها عملت هالشركات الفرعية هذية انت عليه سيكار ولكن ما همش كان هما الأعضاء الجمعي لأنه فما سنف الثاني هما من 2005 معناها من اللي جاي قانون جديد متاع شركات الاستثمار ولو فما شركات تصرف في الصناديق أصبح فما شركات تصرف في الصناديق كما الشركة اللي هي شركة الخليج المتحدة للخدمات المالية لمنطقة الشمال أفريقيا واشاء الله تريد تحسها معناها دولة كاملة وهما موجودين فما قرابة عشرين شركة تشبه للشركة متاع في تونس هذو مشاركات التصرف في الصناديق ملي فما هما صناديق صناديق استثماري صناديق استثماري هي صناديق هذه هي اللي تدخل في رأس المال مع الشركات بجنة نفهم الصناديق هذه هي دولة أخرين لسيكار تفهمنا دم التابعين صناديق أو شركات فرعية للبنوك هالصناديق هذه اللي تديرها معناها شركات تصرف الصندوق بتاعشكون نعم الحاجة جديدة اليوم أنه الصناديق هذه ما هي شي معناها البنوك تشارك فيها مؤسسات تأمين شارك مؤسسات ليزينج شارك فيها كذلك حتى مستثمرين عاديين معنا واحد عنده شوية مدخرات نجم يحطهم في الصناديق هذه موجود نتنشي أنت تقنع وكانت بلاسي وكانت تربح خير نجيبولك إذا البنك أعطتك عرض معين إلى غير ذلك هاو هذي هاو الامتيازات الموجودة وهو كانت تحب أنت تكون مستثمر تحب على مدى طويل وكل نجم تجي في الصناديق هذه فبالتالي ما عادش وليت حكر على البنوك وفليال وكل شي هذه حاجة الثانية فهم معناها الموضوع متاع التنويع المخاطر نعم تنويع القاعدة متاع الاستثمار وتنويع الأنشاق تستاذية لكن هذه الصناديق هذه لماذا رجال أعمال من الخليج خطر نعرف الخليج عندهم شي هذا متطور برشا ويعملوا شركات تتصرف فيها فعناش نحن ناس مشاركيين ومساهمين في الصناديق هذه من خارج دونس نرجع نرجع مناخ الاستهزت نعرف هنا الوضع الحالي وانت تتحدث قاعدين شخصه في الواقع متاع السوق ومتاع الاستثمار في الاسلمان انت تقول لي إنسان خليجي أو أوروبي أو أي مستثمر أجنبي معناها بشي يجي بشي يجي لتونس يجب مزوص حاجات يجب أولا الجاذبية الاستثمار اللي قاعدين ينخدمون عليها تفهم لي كل شي يقاعد يمشي مع بعض ويجبنا نخدمون على القوانين يجبنا نخدمون على الموضوع لإدارة يجبنا نخدمون على التعقيدات الإدارية يجبنا نخدمون على تسهيل لعملة الاستثمار وكذلك فما معناها عنوان كبير اللي هو قانون الصرف نعود نجي من دوره مجالة الصرف مجالة الصرف وصيدة وزيرة المالية الموقرة قالت راهو بحضرنا المسودة الأولى وهنا مش نتناقش فيها مع الجامعة المهنية للبنوك والموسيط المالية ومع البنك المركزي وتحس في الحقيقة اللي البنك المركزي مسكر عليها شوية والظولة وانفصلة وكانهم يحبوا يعملون كما عملوا في قانون المالية وفجأة نخرج فإن شاء الله نحن نقولوا إن شاء الله المنع خير وإن شاء الله معناها يشركوا أكثر ما يمكن الناس والجهات المعنية والأطراف المعنية باش تخرج مجلة تلبي أكثر ما يمكن من حاجيات وطموحات وتطلعات الناس اللي يحبوا يستفيدوا من هذه المجلة وينميوا ثروتهم وينميوا اقتصادهم وينميوا استثماراتهم بالضبط نعطيك هنا مثال مثال حي عندهم ناس كل سمعت بالشركة إنستا ديب نعرفها اللي هي بدأت بخمسة ألف ديناع كريم فقير كريم بغير والتطوير نعرف زهرة زهرة نعرف بغير نعرفه من التطوير زوز ممتازين وعندهم فريق ممتاز هذه معناها مهانسين فبدأت بخمسة ألف دينار في تونس بدأت بخمسة ألف دينار وتبارك الله توا يعني القيمة متاحة أكثر من خمسة ممائة مليون دولار يعني صلنا حتى أكثر من مليار دينار مليار وخمسة ممائة دينار المليارات اللي لو جواليهم احنا القانون المالي فبالتال لكن للأسف في وصلت في وقت من الأوقات يلزمها تخرج من تونس صحيح وتمشي معناها هي مشيت الباريس والهندرع وامليك حتى قانونيا يعني ما قادتش شركة تونسية تونسية خرجت قانونيا شنو العرقيل اللي صارت قانون الصرف فبالتالي راهوا الموضوع ذايا موضوع معناها حساس وما نقول لنا استراتيجي وأكثر من حارق معناها بيش على الأقل كما فما موجود سي كاريم اللي هو معناها مهندس تونسي وكما زهرة معناها اللي هي أستاذة معناها كل شيء في التاريخ وفي التاريخ راهوا معناها ممتازة فما برشة منهم عفيفة فما ألاف نقول لنا أنا قلت إنستاذيب مثال حلو وحي كيفوا ثم برشة وبرشة تعطلوا ومنجموش يقدموا لكن هما لو كان مخروش من تونس ما كانوش يجمو يكتسبوا ثقة كبيرة كما اللي عملوه السنة الماضية تتذكر تحدثنا عني في الإعلام وخاص يتلقى أنت معناها الشركة الألمانية متاع السكة الحديدية أعطاتهم فلوس كبيرة باش هما ينظموا لهم يعملوا لهم لوجيسيال باش يحدوا من يعملوا يعملوا من الحركة متاع القطارات اللي هي تقريبا وقتا يحكيوا معي ثلتاش نلف حركة بالذكال استناعي اللي يعطاهم ثقة فيها يعني هذا مهم جدا باش نحنا الشباب كنحلولوا جوانحوا يشعر في العالم فأنا نرجع لك توا أنت قتل المستثمرين أجانب في كلمتين أول حاجة أنا موصليني تحت تشخيص أول حاجة أول حاجة بشيسلها لها ثم 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 معناها تراجع أو ثم لا هكذا كش نقول لك شنون يصار بالعكس بالعكس شنون يصار اليوم بالنسبة للصناديق الاستثمارية القانون المتاع القانون القانون جديد أعطانا إمكانية أن الصناديق في تونس تعمل بالعملة الصعبة وهذه حاجة مهمة جدا طبعا سيقض معي يبدو ليسي شكري محجوب معنا المكالف بالإعلام بديوان السيد وزير الاقتصاد والتخطيط وجتنا رسالة من عنده بشنورة الخط معه جمرت طبعا مريم وريم مش بشي قصره ويتصلوا به هو حتى من يخذه ممكن سيد الوزير ممكن سيمو حمد عبيد نعرشكو مش يكون معنا على خط المباشر ولكن نحن نواصلوا في انتظار اللي يكون حاضر منهم مرحبا بيه على خط البرنامج في إطار مواكبتنا الحية لكل ما يدور في كل مبادرة تهم الاقتصاد والاستثمار والفلوس والعالم هذا البرنامج مفتوح لهم وعلى ذلك اسمه ساحة العمل إذن خلينا نكمل معاك سيمو حمد صلح فراد ونحن وصلنا إلى عرفنا بزوز أصناف متاع المستثمرين في رأس المال في رأس المال ولكن هم يقوموا بنفس الدور دخول في رأس المال لكن الزمانات راح يقول لك أنا كورايا باينكا يمكن عندي ثقة أكبر إما يبدو ما عندي شركات خاصة وصناديق وكذلك وكان فشأة تفلس الدنيا مثلا ماش هذا الصغار يخموا فيه الصغار يخموا فيه اللي ما عندهمش مكاتب خبرة كبيرة وراهم ومستشارين وخبراء محاسبين ومحاسبين فهذا موش تقول لهم هذا شو نقول لهم هذا ضمانات والله يشوف هل هي رهو الجمعية متاعنا لأنه هي جمعية مهنية لو أنت يقول جمعية تونسية المستدرية لكن هي جمعية مهنية كما الجمعية المهنية للبنوك والمست المريك نفس الشي لكن بالنسبة لنا ذاك هو كما اللي هي بدلت لإسم بتاعها بدلوا وإحنا كما يعني فما جمعية مهنية هذوما ناس مهنيين هذوما ناس معنى عندهم على الأقل احنا عنا تعرف لعنا شرط يعني عنا ميثاق ميثاق عمل وكل شي في الجمعية وعنا حتى كان فما لقدر الله واحد تقلق ولا صارت إشكال ولا حس رحوا فما ضيم ولا فيما كذا يتوجه للجمعية سونيا موجودة وفريق كامل موجودين سونيا بركة بالضبط نظيرتها مو ناس عيد مو ناس عيد يعطيك الساحة ويحرصوا كيف والله منعرش قداش مو ناس عيد على كل حال تغلص عمل العمل اللي عملوا فيه عمل جبار وجبار جدا احنا ناخذوا معناها كان فما حتى ناس حسروا وهم في مشاكل في كذا نلقاه وناخذوا بيدهم ونجموا نحكيوا وهذه جمعية مهنية يعني تخدم مع جمعية مهنية يعني عندهم مثاق فما معناها وراهم هيئة السوق المالية اللي هي زادة كيف كيف تشرف على العمل هذا فبالتالي هذية هو هذية هو تنجب قول الضمان الحاجة الأخرى زادة راهوا الدخول في رأس المال ما يخدوش ضمانات مش كما البنوك يعني الحاجة المهمة ما يخدوش ضمانات عينية ولا يخدو رهنيات ولا كذا هذي يخدو المخاطر يعني كما هي اقعد معايا خطبش نتعمقوا ما هو في الموضوع عادية ومش اللي يسمعوا فيك من الشباب وطموحين عندوا حثيلة شوية ويقول لك انا نحب نجيكم ونقول لكم هاو شا عندي يدخلوا معايا كيفاش تتم العملية بعد ما نمشي الى فقرة استثمار واعمار لانه كنا نستثمروا نعمروا وربي عمر بلادنا باش نمشيوا بعد الفقرة هذه الى جمرتم معانا مباشرة مشيكون سيموحمد الورثة تاني رئيس لهيئة تنسي الاستثمار من نيابة صديقنا هنا ايه استثمار واعمار اشتركوا في القناة